هذا الشي اللي وقع ديال المحامين بعد اطلاعين على انا كان عندي اتصال مع السيد وزير الان واللي عنده تبريرات ديال هادشي ولكن خلي نقول بانها اذا هادك شي المتداول في الاعلام صحيح هذه هذه كارتة حقيقية لانه من غير المعقول بانه يعني في هذا العدد كله ما ينجحوا غير غير فئة معينة من 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 ولاد فلان ومن العائلات الى غير ذلك كيمكن تكون بعض العائلات بريئة سمحي نقول لك لاننا لاخدنا عائلة من المغرب كامل قدروا نجبروا فيها خمسة وعشرين ولا اكتر من هادك الاسماء ما يمكنش نجمعهم ولكن كيخص ولا بدل ان هادشي اما يدار فيه تحقيق ويبينا بان هادك شي كان طبيعي وخاصا انه يعني في اثناء الامتحانات يعني كان 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 مشكل يلتسريب طريحة مشكل يلتسريب فاذا دفنا التسريب هاد العملية هاده لأول مرة كيتم يعني يعني مشي استهدافي الكلام حول المباراة المباراة ديال المحامات بهذا النوع من من العدم من عدم القابول يعني ندوزنا في عهد الرميد في عهد يعني تل اللي جون بعد منه اللي جون قبل منه ما كانش الكلام علىها على غياب النزاهة والشفافية بحل ما تروح الان ولذلك لابد للحكومة في شخص وزير لهاد ورئيس الحكومة انه يوضح بما لا يدعو مجالا لللبس بان ذلك شي كان شفافا ونزيها وكان فيه وكان فيه استحقاق لانا عدنا الدستور كيخصي كل استحقاق وانا 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 تسبعت بعض المباراة في السابق ديال لهذا المحامين كيفاش كانت النزاهة يقف المسؤولين عليها يعني وقفتها رجل واحد في وقت واحد وانا الاسئلة ما تخرج الا بضع دقائق قبل 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 البداية في الانتحان فلذلك هذا موضوع خاصة ان هذه الفئة ما شي فئة سهلة قد هي اللي غادي هذه عنصر واس من اسوس العدالة هي اللي كتحمل المواطن هي اللي غا تدفع للدولة الحق والقانون فكيفاش احنا اذا كانوا هادو يعني جي عبر مباراة يعني اللي هي بين قوسين فيها شبهة او مشبهة فاذا مصير ديال العدالة هو سيكون مرتبطا بهذا الموضوع وخاصة كذلك ان احنا على مشاريف كذلك المنتدبين القضائيين فاذا كان هادش في المحامي وكان كذلك المنتدبين القضائيين فحنا هنكونوا امام مصيبة حقيقية وهذا ماشي خطاب سياسي ديال مسؤول سياسي لانه انه انت مسؤول سياسي احنا مجيناك تقولنا تهضرنا على ولادك او تهضرنا على القبيلة ديالك ولا الحزب ديالك ولا احنا كت على ولاد المغاربة كنت كنمو على الشفافية على النازهة على الاستحقاق خسك تجاوبنا على هادشي وإلا وإلا دابا كيشنو كتقول ان اللي بغاين جخصو يكون عنده الفلوس اللي بغاين جخصو يكون عنده اسم معين فهذا حرام ما يمكنش نقبلوه به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة